في بيئة تتصف بالوعرة وصعوبة العيش ومساحات مترامية يعيش الكثير من أبناء محافظة شبوى ومبدعها لكنها مساحات خلاقة تزخر بالطاقات التي يمتلكونها كما تميزهم بمواهبهم المتعددة هنا في قرية العرم الريفية في أقاص محافظة شبوى نشأ شاب موهوب يمتلك حسا فنيا فريدا وقدرة كبيرة على تجسيد الواقع بريشته موهبة تشكيلية للرسام الحسين الدحبول كواحد من مبدعي شبوى لم تمنعه الظروف المحيطة من ممارسة موهبته المفضلة الرسم وتجسيده للأماكن بريشته في دائرة الرسم أنا صغير لكن ما أتذكر أنا عمري كم بعدين واصلت لكن مثل الناس الأطفال يرسمون فترة ويتركون الرسم لكن أنا تعلقت به تكذبني هالرسومات والأشياء الصور في المنصغات وغيرها مثل الدحبول نموذجا للشاب الطموح المنتصر على ظروفه الصعبة بريشة فنان وملكات إبداعية متجاوزا الكثير من العقبات بروح التحدي والمثابرة كما يطمح إلى مواصلة تعليمه في معهد الفنون الجميلة ليصل إلى مرحلة الاحتراف الصعوبات هي عدم توفر أدوات الرسم في شبوه وعدم الاهتمام والالتفاة للإبداع والمبدعي وعدم وجود مهرجانات ومسابقات وغيرها تشجع الرسامين على المثابرة في الاجتهاد إلى جانب طموحه بإقامة معرض تشكيلي يأمل الحسين بأن يلاقي دعما وتجاوبا من قبل الجهات المعنية في المحافظة للاهتمام به وغيره من المبدعين تشجيعا لموهبته وليتمكن من الاستمرار في تطوير قدراته الفنية والإبداعية من هذا المكان وفي هذه البيئة المتواضعة نشأت موهبة الحسين فهو يمتلك ريشة رائعة وخيال فني واسع ويطمح أن ترى أعماله النور وتظهر في المعارض الفنية لكن يبدو أن ليس ثم تهتمام من السلطة المحلية في محافظة شبوه بمثل هكذا مواهب صالح سالم قناة بلقيس شبوه